يعني المرأة إذا كان عليها جنابة وغسلت جميع بدنها لكن شعر رأسها أدخلت أصابعها وخلخلت أو يعني خللت شعرها بأصابعها هل غسلها صحيح؟ سارة بارك الله فيك بالنسبة لي الجنوب سواء كان رجلا أو امرأة يجب عليه أن يعمم أعيدها مرة ثالثة يعمم بدنه بالماء ولا يترك موضع شعره من بدنه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه إلا وقد أوصل الماء إليه ولذلك المرأة التي لا توصل الماء إلى أصول الشعر هذه ما اغتسلت ما اغتسلت من الجنابة وعليها أن تتق الله وللأسف الشديد بعض أخواتنا يعني تسهلنا في هذا الأمر وفقط مجرد مس على أعلى الرأس حتى ما يعني يخترب الشعر أو يعني كذا هذا في الوضوء ممكن في الوضوء ممكن تمسحين بهذه الطريقة مثلا أو تمسحين بهذه الطريقة من الأمام ومن الخلف أما الغسل فلا يجب أن يصل الماء إلى منابة شعر الرأس إلى أصول شعر الرأس يجب أن يعني المرأة تفيض الماء على رأسها أولا حتى تتأكد بأنه وصل إلى فروة الرأس وإلا ما اغتسلت من الجنابة الإنسان إذا أجنب الجنابة ما هي الجنابة حدث معنوي حدث معنوي يقع على جميع البدن بخلاف الطهارة الصغرى وصف أو حدث معنوي وصف معنوي يكفي فيه غسل أعضاء الوضوء ما يغسل الإنسان بدن كامل بالنسبة للطهارة الصغرى أما الجنابة فلا الجنابة تعم البدن كاملا ولذلك أوجب الشارع الحكيم أن يغسله البدن كاملا